السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دون كلل ولا ملل يعمل رافض الطرح الإسلامي على التدليل على انقطاع العلاقة بين الإسلام والسياسة بينما يصر الفريق الآخر على مرجعية الإسلام للسياسة وعلى وجود علاقة عضوية بينهما لكن ما ملامح هذه العلاقة وما حدودها وكيف يمكن المواءمة بين المقتضيات الأخلاقية للسياسة في الإسلام وبين الدوافع المادية المصلحية للممارسة السياسية في وقتنا الراهن هذا ما تدور عليه حلقة اليوم من هذا الأسبوع من برنامج مقاصد فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذه الحلقة الجديدة يسعدني الترحيب بضيف الحلقة الدكتور نور الدين مختار الخادمي أستاذ الفقه وأصوله أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرحبا بكم وتحية للمشاهدين جميعا وأشكركم على هذه الدعوة في هذه القناة حللت أهلا ووطأت سهلا بداية هناك حديث لا ينتهي منذ سنين عن العلاقة بين الإسلام وبين السياسة بداية لماذا كل هذا الحديث لماذا كل هذه الجدلية ما سبب هذا الجدل بشأن العلاقة بينهما السياسة والإسلام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم هذا الجدل المتزايد في علاقة السياسة بالإسلام لأسباب كثيرة من هذه الأسباب أن طبيعة الإسلام بحسب موضوعه المرجعي العلمي وبحسب مصاريه التاريخي وبحسب المدونة العلمية والمقاربات التطبيقية هذا الإسلام بهذه الأبعاد الأربعة يكون من اهتمامه السياسة باعتبارها أمرا يتعلق بالناس بمصالحهم وباعتبارها شأنا من شؤون طبعا المجتمع والشأن العام والدولة إلى آخره فالمعتبر في تحديد العلاقة هو المعتبر المنهجي الموضوعي يعني انتلاقا من المرجعية الموضوعية للإسلام المرجعية هذه وهي القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة التي جاء بها القرآن والسنة وكذلك الاستقراء والاستدلال والمنطقة التي يحكم القرآن والسنة هذه الموضوعية المرجعية اقتضت أن يكون هناك اهتمام إسلامي بالسياسة فهذا المعتبر الموضوعي ليس معتبرا شخصيا أو يطاله الجدل التوظيفي والتجاذب السياسي نحن عندما نتحدث عن مسألة في مرجعية دينية سوى إسلام أو مسيحية أو غير ذلك إنما ننطلق من الإطار المرجعي الموضوعي فهذا المحدد المرجعي المنهجي الموضوعي يجعل أن السياسة من اهتمام الإسلام مثل العبادة والمعاملة والأسر مع ملاحظة الفرق بين العبادة والسياسة من جهة أن العبادة محكومة بالثوابت والقواطع والزمن والهيئة والصيفة والسياسة محكومة بإطار فيه التغير النسبي وفيه التغير فيه النسبي وفيه الإطلاق وفيه القيام والمبادة والأصول هذه ملاحظات جوهرية في التفريق بين العبادة والسياسة وكذلك بين العبادة والمعاملة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك أحكام الأسرة هذا هو المحدد الأول المنهجي المرجعي الموضوعي المحدد الثاني هو مصار التاريخ وتاريخنا الذي يسمى بأنه تاريخ إسلامي هذا التاريخ الإسلامي عرف مقاربات عدة مختلفة متفاوتة في الأداء السياسي وفي نظام الحكم وفي الصالح العام وفي المؤسسة الحاكمة وفي الحاكم المحكوم وطبيعة العلاقة وطريقة الوصول إلى الحكم ومحاسبة الحاكم وعزل الحاكم إلى أخير هذا مصار تاريخي في أقطار كثيرة في الشرق وفي الغرب مثلت مقاربات ومعادلات متفاوتة متجددة فيها التراجع فيها التقدم مثلت شاهدا تاريخيا على أن الإسلام يهتم بالسياسة على مستوى الحكم والدولة وعلى مستوى الشأن العام المحدد الثالث لهذا هو ما يتعلق بموضوع التجارب الحديثة وشواهد الحديثة للسياسة من جهة تطبيقات سياسية بمرجعيات إسلامية وطنية وغير ذلك الأمر الرابع والأخير هو موضوع العلم السياسي بمعنى أن السياسة ارتقت إلى علم موضوعي بمنهجه بأدواته يطلق عليه اسم الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية وفي هذا العلم مدونات قديمة وهناك أيضا أبحاث جديدة رسائل ماجستير بحوث مقالات تداولات معرفية موسوعات إلى آخره هذه العلوم التي تسمى بالعلوم الشرعية وخاصة علم السياسة الشرعية علم المقاصد وعلم الأصول وعلم الأحكام بعضهم جعل هذا يرتقي إلى العلم الدستوري من جهة إسلامية والعلم القضاء من جهة إسلامية وأيضا عندما نتحدث نحن عن مؤسسة القضاء والقضاء هو جزء من الحكم ومؤسسة القضاء مؤسسة معروفة عبر التاريخ الإسلامي وأيضا منظومة النوازل السياسية وهي الوقاعة السياسية التي تناولها الفقهاء وتناولها المفكرون عموما من جهة التعليق عليها ونقدها أو تبنيها المهم أن السياسة في كلام العلماء هي القيام بالأمر بما يصلحه أو هي تدبير الشأن العام أو هي فن الممكن والمباح المأذون فيه بقراءة وصولية استدلالية مقاصدية قيمية وأيضا السياسة في التوصيف الأصولي لها أو في التكييف الشرعي لها هي فعل إنساني جمعي مركب يتعلق به حكم الشرعي الكل والجزء ويتضمن مقصوده الدين من جهة ما يترتب عليه من المصالح بمستوياتها ومنهجيتها والمصالح ليست كلمة هكذا تطلق عموما وإنما المصالح هي منظومة من المألات من النتائج النفعية القيمية الأخلاقية التي فيها نفع للأمة للإنسانية فيها مستويات مصالح راجحة ومرجوحة كلية وجزئية غالبة ومغلوبة مصالح ظاهرية باطنية معنوية هذا النظم من المصالح وفق علم المصالح وعلم المقاصد كما هو علم موضوعي نظري ارتقى إلى علم تخصص يسمى علم المقاصد وعلم المصالح هذا العلم المصلحي وهذا العلم الغائي يؤثر السياسة باعتبارها فعلا إنسانيا مركبا فعلا الدولة مثل الفعل الفرد ونحن في الفقه الإسلامي عندما نتحدث عن الفعل الإنساني وهو موضوع الفقه الإسلامي والتكليف الشرائي الموصول بالمؤثرات الأخرى القانونية والدستورية والعرفية والاجتماعية وهذا أمر يحتاج إلى تدقيق أكثر فهذا الموضوع للفقه الإسلامي الذي هو الفعل الإنساني يبدأ من الوضوء في الصلاة وهو فعل يتعلق به حكم شرعي هو فعل الوضوء من أجل تصحيح الصلاة ويرتقي إلى فعل الدولة وفعل الأمة وفعل حتى الإنساني وبين هذا وذاك أفعال كثيرة في البيع في التربية في الإدارة في الأسرة في المجتمع أختم بهذا موضوع الفعل الإنساني موضوع يتعلق بالدولة فالدولة يصدر منها الفعل التنمية الاجتماعية العدالة مثلا الاجتماعية انتظام الدولة الاتفاقيات الدولية الخطة التنموية برنامج التعليم الصحة البنية التحتية الطرقات المؤسسات وسائل التربية الإعلام هذه أفعال في التوصيف الفقهي من الناحية العلمية في التوصيف الفقهي والتكييف الفقهي الشرعي هي أفعال مركبة جمعية تصدر من الدولة وهذه الأحكام بتركيبها تتعلق بها أدلة بتركيبها فهي بأدلة كلية عامة منها المقاصد وهي الدليل كلي ومنها أصول الفقه ومنها القيم والمقاصد العالية والكليات عموما الكلية التشريعية الكلية الأخلاقية الكلية في العقيدة والإيمان في جوهر الدين في الرؤية الإسلامية للكون والحياة والإنسان أيضا الكليات النظم وكليات التعبير كل هذه تمثل كليات في الفهم وفي النظر تتعلق بفعل الدولة من جهة تأطيره وتطويره وتثميره انطلاقا من هذا أبني عليه لأسألك ما الملامح الأساسية التي تحدد العلاقة وتطبطها ما بين الشريعة وما بين السياسة كممارسة وكفكر الشريعة هي المنزل من الله عز وجل في القرآن وفي السنة بمنطق استقرائي جمعي يعطي هذا الوحي أبعاده التربوية والعقدية والتشريعية والتسيرية والسياسية فالشريعة هي أحكام من الله مجردة فيها القيم فيها الأحكام فيها العدل فيها الإنفاق فيها إصلاح الأرض وعيمارة الأرض هذه أحكام مجردة بمعنى أنها مطلقة ليست ملتبسة بالزمان والمكان أما السياسة فهي فعل إنساني متحرك ونسبي ومتطور ومتداخل وهذه السياسة أين الثابت فيه؟ الثابت في السياسة القيم العليا معنى الحرية مثلا ثابت من ثوابت التداول السلمي الرضائية التعاقد بين الحاكم والمحكوم التوافق على خدمة الوطن وعلى تأمين خدمة الوطن أم خدمة الدين؟ خدمة الوطن والدين خدمة الدين والوطن قضية مركبة ليست معزولة بعضها عن بعض عندما تحث عن خدمة الدين الدين مقوم للوطن والوطن يحمي ويحتضن الدين والدين من أحكامه حفظ الوطن ومن أحكامه حفظ الإنسان ومن أحكامه حفظ البيئة فهذه التقسيمات لكن معذرة دكتور ثمت من يقول أن وظيفة الدين الأساسي هي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بمعزل عن أي أهداف أخرى وكل ذلك يأتي تبعا لهذه العبودية المحققة العبودية لله تعالى تقتضي أن نفرده هو فقط بما يستحقه من عباده من غير أن يكون لوحظ فيها وأن نفرده هو بما أعطاه من كرامة إنسانية ومن عمارة للأرض فنحن في العبودية نعبده بالصلاة ونعبده بعمارة الأرض ونعبده بإقامة العدل الله سبحانه يحب العدل ويأمر به إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقو الذي أمرنا بالصلاة والصيام أمرنا بالعدل نصوص هنا ونصوص هناك في الأوامر فنحن نتعبده سبحانه بصلاة وصياء وبعقيدة وإيمان ونعبده كذلك بالفرائض الاجتماعية والفرائض الإنسانية في عمارة الأرض في إقامة العدل في منع الظلم في تحقيق التوازن الجهوي والفئوي والثرواتي والمجالي هذا التوازن مثل التوازن في الفرض بين جسده وروحه بين عباداته ومعاملاته يتوازن بين أن يؤمن بالدنيا عملا وأن يؤمن بالآخرة ساعيا واجتهادا وتطلعا فالتوازن بين الثروة والمواطنين والدولة التوازن بين الأقطار الإسلامية التوازن بين العالم كله هذا مبدأ إسلامي وهذا من العبودية لليه تعالى لأن الكون كله متناسب ومتسق ونحن إذا عملنا على التنسيب والتنسيق بين مختلف أمور تقبل وهذا التنسيب والتنسيق فنحن في عبادة فالعبادة بالمعنى العام لها من حيث الاستقرار ومن حيث الدليل ومن حيث حقيقة الدين ومنطق الأمور هذا هذه العبودية شاملة بقي العبودية في الصلاة مضبوطة بزمان ومكان وصيفة وطهارة والعبودية في السياسة مربوطة بما تقتضيه السياسة من قيم ومبادئ وأيضا أن السياسة ليس أوقاتها مثل أوقات العبادة أننا نبدأ صلاة الظهر بعد زوال الشمس زوال الشمس هو دخول وقت الصلاة فكل عبادة لها وقت إذا دخل هذا الوقت تعلقت ذمة الناس بها السياسة لها أوقاتها أننا نتحدث مثلا عن وقت دخول لمرحلة التنمية الاقتصادية والإصلاح الاجتماعي هذا التكليف يعني من الله سبحانه وتعالى وهو مسؤولية المخلوقين الذين يتعبدون الله بالمرجعية الإسلامية ونحن نتحدث عن الداخل الإسلامي أما الذين يمارسون عبادات أخرى أو مذاهب أخرى هذا شأنهم وهم يعني يسيرون وفق ما يعتقدون ويدينون أما نتحدث عن أمة إسلامية أو مجموعة إسلامية أو دولة إسلامية إنما يؤمنون بالمرجعية الإسلامية وصدقون بها مقتضى هذه المرجعية اعتبار أن الدين يشمل العبادة تحديدا وضبطا ويشمل المعاملة وفق مقتضى المعاملة زمن المعاملة ليس كزمن العبادة شرط المعاملة سطر العورة في الصلاة ليس هو نفس الشرط في العبادة المعاملة أو في السياسة السياسة لها مقتضياتها لها أوقاتها لها تحدياتها لها موانعها هذا كله يعتبر ويقدر في عبادة ربنا سبحانه بالسياسة ما معنى عباة ربنا سبحانه بالسياسة معنى ذلك أن نلتزم بالقيم ليس معنى ذلك أن التفصيل السياسي والمسائل السياسية النسبية التقديرية ليس معنى ذلك أنها فيها نصوص وفيها دين يعني بالجانب التفصيلي لا هذه التفاصيل السياسية وهذا الجدل السياسي هذا شأن بشري جدلي لابد فيه من التوافق والخبرة التوافق تحت سقف الشريعة تحت سقف مبادئ الشريعة وأصول الشريعة وتحت سقف التعاقد السياسي مع الحاكم المحكوم فنحن مثل الطباء جميعا يتفقون على أن هذا المريض يحتاجه دواء معينا طيب انطلاقا مما تفضلت به دكتور نور الدين يعني إلى أي مدى التجربة الإسلامية في الحكم على مدى العصور السابقة نجحت في بلورة أو إنتاج أو إنضاج سميها ما شئت نظام سياسي متكامل ومحدد الملامح وهذا طبعا مما يؤخذ عليه من قبل المعارضين الفكرة الإسلامية أن الإسلام لم ينضج نظام سياسي محدد هذا الإطلاق في هذا الحكم في الحقيقة لا يستقيم مع المنهجية في التحليل والاستقرار وفي التقارب والتوافق لا يمكن أن نقول بأنه ليس فيه إنضاج أو مشروع في الإسلام بمرجعي إسلامي وليس يمكن أن نقول كذلك بأنه فيه مشروع كامل متكامل في السياسة بمرجعي إسلامية فيه أقدار من المقاربات والمعادلات بسياقاتها بمقتضياتها بعوائقها في جهة فيه تطور فيه جهة أخرى فيه ظمور جهة أخرى فيه تخلف هذا ما رده إلى تشخيص مركب معقد منهما هو ذاتي يتعلق بالمسلمين أنفسهم أو بالإسلامين أنفسهم من جهة المراجعة والتطوير والتنظيج والتحقيق العلمي والتحرير المصطلحي لكن هذا ما تفضلت به دكتوري ثمت من يقول معذرت عن المقاطعة ثمت من يقول أن الإسلام لم يحوي في نصوصه طبعا نظاما سياسيا محددا وواضحا وإنما ما جاء بعد ذلك من أحكام متصلة بالسياسة هي نتيجة أفهام فقهاء ومفكرين وعلماء وبالتالي هذا يعني أن هناك محاولات حثيثة لربط الإسلام بالسياسة أكثر مما وجود هذه العلاقة أصلا وهذا الذي قلناه ابتداء من أن السياسة من اهتمام الإسلام وهذا الاهتمام الإسلامي بالسياسة ليس اهتماما بالتفاصيل والماجريات والتطورات والأنظمة والتعبيرات والأدوات هذا مجاله الاجتهاد والتغير ومجاله التجدد في الفهم وفي التطوير وما إلى ذلك ولذلك الإسلام اهتم بالسياسة من جهة المبادئ مبدأ العدل مثلا كما قلنا مبدأ الشورى وتداول الرأي القيم السياسية القيم السياسية مبدأ الكفاءة والمهارة إن خير من استأجرت القوي والأمين قال اجعني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم وأفضل من يختار في السياسة هم الأكفأ في مجالهم وفي مهماتهم ولذلك في الإسلام لا نتحدث عن نظام بعينه أو عن الآلية بعينها النظام هو أشكال وإجراءات وهياكل تتبدل وتتبدل الزمان والمكان عن الدورات الانتخابية والبرلمانية والرئاسية هل هي بزمن محدد مثل الصلاة والصوم إنما هي بزمن يقدره الناس الأسماء نفسها يعني اسم هيئة شريعية برلمانية مجلس نواب مجلس شورى الرئاسة مركزية أم جهوية الحكم برلماني أم رئاسي هذه مصطلحات وآليات وإجراءات وأدوات ووسائل وكيفيات هذه أمور متغيرة متطورة الإسلام لم يقل فيها قولا فصلا أو نهائيا وإنما أضطرها بالمبادئ وأسندها إلى الخبراء والعلماء والسياسيين وفق المجتمع نفسه يعني أحيانا الآن نحن في عصرنا الحديث نتحدث عن السياسة بمفهوم مركب لها يعني فيها جانب شرعي إسلامي وفيها جانب علمي سياسي ما يعرف بالعلوم السياسية وفيها جانب الخبراء وجانب الشريع وفقها الدستور وأيضا علماء والاجتماع وعلماء التنمية وأيضا الفنيون يعني أحيانا يسهمون برأيهم في قضية مركبة لا يمكن اليوم أن نتحدث عن سياسة في الدولة بمنطلق شرعي صرف ليس موصولا بمؤطر دستوري وقانوني وبمؤطر اجتماعي نفسي وبمؤطر دولي أيضا الآن الأمور محكومة بمعاهدات دولية وبمرجعيات دستورية في الأوطان الإسلامية ومحكومة بالشريع الإسلامية كيف يمكننا أن نجمع هذه المحددات كلها أن نجمعها ضمن نسق مركب وفيه قدرة عجيبة ومعادلة مهمة في إدارة الشأن السياسي في الدولة التي فيها مرجعية إسلامية ومرجعية لغوية ومرجعية دستورية ومرجعية اجتماعية وعرفية ومشترك ثقافي فضلا عن المرجعيات الأخرى الإقليمية والدولية ضمن الفضاء الدولي والاتفاقيات الدولية والاتحادات العالمية والإقليمية في هذا الصدد فهذا التركيب والتعقيد في جريان السياسة في مجتمعاتنا الحالية يجعلنا معنيين بأن نحدث هذه المقاربة النظرية والعملية والفلسفية والتنزيلية من أجل أن نتجاوز هذه الأزمة بين من يعتبر أن الإسلام يهتم بالسياسة ومن يعتبر أن الإسلام ليهتم بالسياسة لكن ذكرت قيما سياسية دكتور واشرت إلى قيمة العدل أو مبدأ العدل لكن ألا تشكل هذه القيم هي فقط مرجعية أخلاقية للسياسة وليست بالضرورة تعني وجود نظام سياسي أو ارتباط حوله بين الإسلام والسياسة هل مرجعية العدل في وزارة العدل هل هي قيمة نظرية مطلقة أم هي نظم وإجراءات واستحقاقات وحقوق وواجبات العدل في وزارة العدل وفي المحاكم إنما هو قيمة مبدأ ولكنه بنظام موجود عنده كل الشعوب العدل إذا بقي قيمة مطلقة من غير أن نجد له من الصيغ التطبيقية ما يجعله متحققا بحسب سياق ذلك ومآلات ذلك وإمكانيات ذلك ولذلك العدل هو أن تعطي الإنسان ما يريده وما يستحقه في حدود الممكن أحيانا واحد يستحق دينارين تعطيه دينار واحد وهذا من العدل لأنه غيره يحتاجه دينار فلو أعطيت واحد دينارين يبقى الثاني من غير دينار فالعدل هو أن تحقق التعادل والتوازن بين الحقوق والواجبات بين الإمكانيات والقدرات والتحديات والمشاكل يعني فهذا هو العدل العدل في النفق الأسرية إنما هو موازن بين ما عندك وما تحتاج وتريد فهناك الحاجة وهناك الممكن والقدرة فالعدل في أي دولة يتنزل بحسب الإمكانيات وبحسب الحاجة الإنسانية ولذلك العدل أو أي قيمة لا قيمة لأي قيمة لا يمكن أن تتحقق في أرض الواقع بنظم وإجراءات وأمرات تقبل الإحصاء والتقويم وتقبل التشخيص وتقبل التحقق في الواقع بإمكانيات ذلك وأحوال ذلك تحدثت عن الإجراءات والنظم هذا يعود إلى الآليات والوسائل التي حددتها الشريعة لضبط العملية السياسية سنبحثه في وقت لاحق من هذه الحلقة لكن قبل ذلك تعلم دكتور نور الدين أن الإسلام انحسر عن التأثير سواء في العالم أو حتى في المجتمعات الإسلامية كمنظومة حكم ومرجعية في كل شيء ما عدا العبادات الفردية والقضايا الأخلاقية هذا الانحسار لتأثير الإسلام على حياة الناس وعلى المجتمعات والدول في العالم إلى أي مدى أثر على إنتاجية الإسلام للممارسة السياسية والفكر السياسي يعني ضعف والإنتاج السياسي بمرجعية الإسلام يعود إلى أسباب كثيرة أسباب تتعلق أساساً إذن هناك إقرار بضعف يعني الآن هو ضعف أيضاً نسبي وليس مطلقاً يعني فيها جهات متطورة قوية بحسب أطوار تاريخية معينة وفيها أيضاً جهات أخرى ضامرة أو متأخرة لأن نحن نتحدث عن تجارب سياسية بمرجعية إسلامية على مدار 14 قرن وفي العالم يعني في العالم العربي الإسلامي شرقاً وغرباً الأسباب كم تقول الأسباب سبب مثلاً يتعلق بالوعي الوعي بأن السياسة والصلاة والعبادة وعمارة الأرض يعني الوعي بالواجبات العامة بفروض الكفاية ما يسمى عند العلماء بفروض الكفاية وإقامة الشأن بما يصلحه وهذا من السياسة والسياسة ليست فقط في الدولة السياسة في المجتمع في الأسرة السياسة في التربية سياسة التربية سياسة الصحة سياسة الطرقات نحن اليوم نتحدث عن السياسة بمفهوم واسع من جهة مجتملاتها هذا أولاً ونتحدث عن السياسة من جهة الحكم الذي أصبح موزعاً بين أكثر من جهة ما عاد فيه الآن حكم فرض أو السياسة عند رئيس الجمهورية أو عند الملك مثلاً أو عند الأمير السياسة الآن والحكم الآن موزع على عدة جهات حكم فأصبح الحكم موزعا ومفرقا بين القبائل كما يقال هناك الحكومة التنفيذية وهناك رئاسة الجمهورية هناك المرلمان سلطة التشريعية هناك القضاء جزء من الحكم هناك الإعلام يؤثر في الإدارات المحلية الإدارات المحلية برك الله فيك الحكم المحلي الآن يتطور بقوة في مجتمعات العربية والإسلامية وعن في تونس الآن الحكم المحلي بدأنا في أول تجربة الله بعد ثورة تونس انطلاقا من الباب التاسع لدستور تونس ونعتبر أن الحكم المحلي الآن جزء من الحكم التنفيذي اللي فيه القرار المحلي وفيه الثروة المحلية وفيه الميزانية المحلية الحكم المحلي مع الحكم المركزي الحكم التنفيذي مع الحكم التشريعي والحكم القضائي والإعلام له دور ما في الحكم وأيضا المجتمع المدني القوي وضغط وأيضا الهيئات الدستورية والنخبة العلمائية والمنظمات الوطنية كل هذا الجمع من المؤسسات يمثل حكما وطنيا بتوزيع لأقدار الحكم لهذه المؤسسات كلها ونتحدث عن مثلا ظمور الوعي السياسي عبر فترات تاريخية هذا يندرج ضمن ظمور الوعي بالواجبات العامة بما يعرف بفروض الكفاية فهو فيه فروض الكفاية وفروض الأعيان الوعي عند عوام المسلمين أم عند نوخبهم؟ عند عوام المسلمين في الغالب وعند النوخب بسبب ماذا؟ إما بسبب استبداد سياسي حالة دون دراسة العلوم السياسية أو السياسة الشرعية الاعتبارات استمرار الحاكم في حكمه واعتبارات الاستبداد والانفراد وكذا أو لموارد التربية والتعليم حيث يقع التركيز على العبادات دون المعاملات ويقع الحديث عن المعاملات دون الحديث عن المدنيات والسياسيات وكذا وحتى الخطاب السياسي كان موجها تحت ضلطة الأنظمة السياسية لكن هناك الآن في هذه المرحلة دكتور نور الدين هناك تبدو إشكالية بين المقتضيات الأخلاقية للسياسة في الإسلام الإسلام يبني فكرته الأساسية على الأخلاق فهذه السياسة لها وظيفة أخلاقية في الإسلام هذه الوظيفة الأخلاقية ربما تصطدم مع معايير السياسة في الوقت الراهن وهي تقوم على المنفعية تقوم على المصلحية بدون إعطاء كثير من الاعتبار إلى القيم الأخلاقية وقد شهدنا تجليات ذلك فيما حدث في ثورات الربيع العالمي وكيف نظر العالم إلى هذه الثورات وما حصل فيها من دماء وقتل واختصاب وتشريد من منظور منفعي مصدحي لا أخلاقي أريد أن أسمع منك الإجابة عن هذه الإشكالية بعد الفاصل لو أذنت لمتابع بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن العلاقة بين الإسلام والسياسة والحديث دائما مع دكتور نور الدين مختار الخادمي أستاذ أصول الفقه والمقاصد أجد الترحيب بكم دكتور مرحبا أهل وسهل هل يمكن أن تحدثنا عن أبرز القيم السياسية المحددة والواضحة التي طرحها الإسلام وتلتقي مع قيم العصر السياسية مثل ما قلنا قيمة العدل قيمة الحرية قيمة عمارة الأرض وإصلاح الأوضاع وتحقيق مقاصد الناس وتحقيق النفع العام هذا كله من السياسة وهذه السياسة بمرجعية إسلامية أيضا لا تنكر على السياسات الأخرى منطلقاتها ومرجعياتها في إطار حرية التعبير وحرية المعتقد وحرية الاختيار لا يكرهها في الدين ولا يكرهها في السياسة ولا يكرهها في المجتمع هذه المبادئ والقيم إلى أي درجة تحققت واقعا عمليا إذا ما استثنينا فترة العهد النبوي والخلافة الراشدة بعد ذلك إلى أي مدى تحققت هذه القيم الكلية هو هذا الكلام عن أن السياسة فقط نجحت في بداية الإسلام عن خلافة الراشدة هذا كلام مطلق وأرجو من المؤرخين المنصفين أن يقرروا مسحا أو استنتاجا ولو أوليا وعاما على المصارى التاريخي الإسلامي والسياسي أنا أظن أن الأمة الإسلامية بأربعة عشر قرنا وبمختلف المقاربات وعلى مصرح جغرافي ممتد شرقا وغربا وأيضا على مستوى قطاعات كثيرة مثل قطاع القضاء وقطاع الأوقاف والخدمة الإنسانية وكذلك قطاع التحضر يعني مجال التحضر الحضارة الإسلامية نؤمن بوجودها وبأنها عاشت وتعيش هذه الحضارة الإسلامية متجددة متطورة نافعة للإسلام ونافعة للإنسانية هل هذا المخزون الحضاري والإنتاج الحضاري عبر أربعة عشر قرنا وأيضا المؤسسات التي عرفتها الأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية على مستوى القضاء على مستوى العمل الخيري على مستوى التواصل مع الآخر على مستوى خدمة المجتمع وعمارة الأرض هل هذا المشروع الطويل والضخم هل لا يعبر هذا عن مقاربات سياسية بمعنى معين للسياسة من جهة إدارة الشأن الاجتماعي مثلا أو الشأن الدولي أو الشأن القضائي أنا أحسب أنه اقتصار السياسة على مجال الحكم هذا فيه اختزال للسياسة من جهة أولى ومن جهة ثانية أنه حتى إذا قلنا بأن لكن بيت القصيد هو عملية الحكم والحكم نفسه والحكم مثل ما قلنا القضاء حكم يعني والمجتمع المدني حكم يعني يحكم المجتمع المدني لماذا نحصر الحكم فقط في هيئة حاكمة تسمى حكومة أو رئاسة جمهورية أو هيئة تشريعية الحكم هو مثل ما قلنا في النظرية الحديثة الحكم الآن أصبح حكما موزعا على هيئات كثيرة من هذه الهيئات هيئة الشعب هيئة إرادة الشعب الشعب يحكم يعني المجتمع المدني القوي بهيئاته بمنظماته بمخرجاته إنما هو يسهم في هذا الحكم وفي هذه الدولة وحتى إذا تحدثنا عن الدولة بالمعنى الهيئة الحاكمة هل نقتصر فقط على الخلافة الراشدة؟ الدولة الإسلامية عبر التاريخ وفي الحضارة الإسلامية في الشرق وفي الغرب في مختلف الأعصار لكان لها أداؤها وكان لها تقدمها وكان لها أيضا تراجعها وإخفاقها وهذا شأن الدولة نحن لا نريد هنا أن نبخس التاريخ حقه وأيضا لا نريد أن نمجد المرحلة كلها باعتبار أنها مرحلة إنسانية وفيها أطوار تراجع وأطوار تقدم الذين قولوا من جهة التأسيس والأمل أن السياسة في الإسلام إنما هي سياسة عادلة وراشدة ونافعة لمن هم في الدولة ولمن هم خارج الدولة في طار الإنسانية ومقولة أن الإسلام للناس جميعا هذه مقولة مبدئية وتحتاج إلى تفعيل وفهم وتطوير في الوعي ربما كلامك هذا يعني أشرت إلى نقاط مهمة يقودنا إلى سؤال محوري في الحلقة ما مقاصد السياسة في الإسلام؟ يعني مقاصد الإسلام في السياسة مثل ما قلت هي تتعلق بالمصلحة مصلحة يعني حتى أن العلماء قالوا بأن المقاصد هي المصلحة أي مصلحة؟ هي المصلحة الشعبية المصلحة للشعب مصلحة للوطن المصلحة بكل ما يتعلق بأمن المواطنين ما طبيعة هذه المصلحة؟ هذه المصلحة هي من جهة الدين هي أمر وتكليف تضمنتها النصوص العدل مصلحة والشورى وتداول رأي مصلحة المصلحة الأولى التي تسعى السياسة في الإسلام إلى تحقيقها المصلحة الأولى هل هي إقامة جناب التوحيد وتحقيق العبودية المطلقة من حيث العلاقة بين المعبودين والعابدين أم ثمة مصالح أخرى يعني المصلحة الأسية الجوهرية المقصد الأسي الجوهري للسياسة في الإسلام عبر عن هذا بقواعد كثيرة منها قاعدة الأحكام مشروعة لمصالح العباد في المعاشي وفي المعاد فهذه القاعدة إشارة إلى مصلحتي الدنيا والآخرة مصلحة الآخرة هي بمصلحة الناس بدينهم ومدنيتهم وحضارتهم واجتماعهم وأيضا عبر عن الدنيا بالمصالح الموصولة بالدين وبالاجتهاد وموصولة بالنفع الإنساني وموصولة بمقاربات في تنزيل الدين وفي مراعاة سياقات الدين وما إلى ذلك فالمسألة إذن بهذا التركيب وهذا التوحيد وأيضا في مستوى ثاني بعد القاعدة الأولى قاعدة الأحكام مشروعة لمصالح العباد في المعاشي وفي المعاد قاعدة الكليات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب أو النسل أو العرض والمال وهذه المصلحة هي مصلحة بمعنى مركب يشمل كل ما يكونها من اعتقاد وإيمان وخلق وفضل وعمل وتنمية وتعامل وإنتاج وإنجاز كل هذا ضمن نسق معرفي نظري وتطبيقي والمسلمون معنون بتطبيق هذا وتنزيل هذا بحسب أدوات ذيلة بمقتصرين لك ألحظ في كلامك أنك تصر على المزاوجة ما بين الديني والدنيوي وهذا المنهج منهج المزاوجة موجود ولكن ربما يقول يسأل سائل بأنه يخالف ما جاء في صدر الإسلام بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وبنت دولة في المدينة المنورة وبعده عمر استتب جناب التوحيد ورسخت العقيدة في نفوس الناس كبنية تحتية قيمية معنوية أخلاقية ثم بعد ذلك لجأوا إلى الحضرة فإذن هما من حيث الأصل ليس متوازيين وإنما هناك أس وهو العقيدة والتوحيد ثم بعد ذلك تأتي لا وفي المدينة بنى المسجد ووضع الصحيفة التي هي دستور لإقامة التوحيد فيها وبنى السوق وأقام العلاقات والاتفاقية فمسألة في مصرح واحد مجتمعة هذه الأركان أو الأعمال الخمسة أو الأربعة أضفي لذلك أننا عندما قلنا الجمع بين الدنيا والدين هذا الجمع فيه مستوى عال من النظر والفهم والتطبيق يعني الدين في الصلاة أمر واضح بكيفية مخصوصة وشروط مخصوصة أو زمن مخصوص أما الدين في السياسة ليس كالدين في الصلاة الدين في السياسة هو قيم هذه السياسة ومبادئها وتأكيد مصالحها ومقاصدها المصلحة والنفع إلى خير لكن مقتضيات السياسة ليس مقتضيات العبادة في المسجد مقتضيات السياسة هي الدستور هي القانون هي المؤسسات هي النظم هي الجدل والحوار والنقاش والتوافق هي أن الكل يتفق على هذا التفصيل السياسي الكل السياسي يعني تجد في الدولة الواحد أحزاب سياسية ضمن قانون الأحزاب 27 حزب ولا حتى 100 حزب يهم هؤلاء الأحزاب الحديث عن التفاصيل اليومية وعن المرفق العام يعني يتحدثون مثلا عن خطة تنموية أو يتحدثون مثلا عن إصلاح جبائي والإصلاح قانوني والإصلاح المالية العمومية إصلاح المالية والإصلاح الجباية هذا موضوع يشارك فيه الماليون والفنيون والوزراء ويتأثر ضمن المرجعي الإسلامية باعتبار أن هذا الشعب يدين بالإسلام ويعتمد على الإسلام والإسلام هنا يكون محفزا لهؤلاء والإسلام يتحدث عن مبادئ المالية المحاسبة مبدأ الحوكمة مبدأ العدل مبدأ منع الجريمة المالية إلى آخر منع الغش هل هناك مشكل بين مبادئ المالية الإسلامية بمعنى منع الغش بمعنى الحوكمة المحاسبة الكفاءة الجدوى هل هناك تناقض بين هذه المبادئ وبين أن الجميع يشارك في موضوع الإصلاح الجبائي من ماليين وفنيين واقتصاديين وإعلام ومجتمع مدنيين هذا في المجتمع الإسلامي الذي يعتبر مرجعيته الإسلام في مجتمعات أخرى عندهم مرجعيات أخرى هم معنيون بمرجعياتهم نحن نعتبر أن المرجعية الإسلامية في المجتمعات الحديثة الإسلامية هي يمكنها في أقدار ما أن تكون عنصر قوة في توحيد الوطن وفي تطوير المجتمع إذا نحن أحسننا تفعيل هذه المرجعية من جهة مثلا القيم والمبادئ ومن جهة المصالح والمقاصد ومن جهة أن هذه المرجعية تحفز الشعب ما معنى تحفز الشعب؟ نظريت التحفيز أيضا بالدين نظريت التحفيز بالدين والقيم نظرية الآن متطورة في أوروبا وفي الغرب من جهة استدعاء القيم وإرجاعها إلى عالم السياسة ومن جهة أن الدين يقوي المجتمع ويقوي التنمية يعني مثال بسيط على هذا المسلم عندما يقال له بأنك إذا أسهمت في خدمة المجتمع ونفع الناس عن طريق الوقف عن طريق الهيبات الزكاة العمل التطوعي فإنك ستؤجر عند الله وربنا سبحانه وتعالى سيرضى عنك المسلم سيحمل ديانة وقلبا على أن يفعل الأكثر من أجل تحسين المجتمع وفي الآخر يتحسن المجتمع ويتطور المجتمع بمنزع ديني وحافز دين هذا الحافز ليس موجود فقط عند المسلمين موجود ما يعرف بالتحفيز بالإرادة والأعمال الخيرية والفطرة في الغرب يعني تحدثت عن قيم السياسة الإسلامية وتحدثت عن مقاصد السياسة في الإسلام هل وضعت الشريعة آليات ووسائل لتحديد هذه المقاصد وتطبيق هذه القيم أم سكتت عنها؟ ضبطت أولا المبادئ والقيم والمقاصد العليا والمصالح الكبرى مثل مصلحة حفظ النفس ومصلحة حفظ المال وحفظ الدين وحفظ العقل وأيضا بعض العلماء أضافوا كليات أخرى اجتهادية تجديه قالوا حفظ الحرية حفظ حقوق الإنسان حفظ البيئة حفظ الأخلاق وأيضا الشريعة أقرت مبدأ اتخاذ الوسائل المناسبة والطرائق الضرورية التي تحقق هذه المصالح بطريق النظر والوعي وبطريق العمل والتنزيل ولذلك ذكرت قاعدة قالت الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل ما هي هذه الوسائل؟ هي الأمور التي توصل إلى المقاصد مثلا وسيلة الانتخابات الحقيقية العادلة النزية هذه وسيلة إلى حد الآن هي أقرب الوسائل للعدالة والاختيار من هو أفضل في الحكم وأيضا لتحقيق التعاقد السلمي طور لكنها ليست وسيلة إسلامية نعم يعني الانتخابات ليست وسيلة هي ليست وسيلة ليست منصوصا عليها تنصيصا صريحا وإنما لها شواهدها ونظائرها في ديننا الإسلام وفقهنا الإسلام هي أشبه ما يكون بطريقة في الاختيار ومبدأ الاختيار مبدأ مقرر في الإسلام مبدأ التعاقد الرضائي الطوعي مبدأ مقرر في الإسلام هذا المبدأ التعاقدي له أشكال كثيرة عن طريق التوافقات مثلا وطنية أو عن طريق الانتخابات وصناديق الاقتراع عن طريق الهيئات الممثلة مثلا انتخابات أولية ثم انتخاب من هيئة أخرى مستخلصة ومنتخبة الكيفية كثيرة جدا المهم أنه فيه مبدأ اختيار يكون مقبولا من قبل الشعب وفيه معنى العدالة وفيه روح الرضائية وفيها أنه سيحقق الخير للبلد أما الاستبداد والغش والتزوير وسرقة الحكم وسرقة الثروة والثورة ودخول السياسة من غير أبوابها والله تعالى قول وقت البيوت من أبوابها وللسياسة أبواب كما للبيوت أبواب كل شيء له بابه السياسة أبواب وهي التعاقد هي الحرية هي خدمة الصالح العام هي النظم هي احترام الموثيق إلى آخر هذه أبواب السياسة لكن أفهم من كلامك أن هناك محاولات للتوفيق بين وسائل السياسة الحديثة والأليات وبين ما هو موجود من الظائر في الإسلام ربما يكون الإسلام سكت عن الوسائل والأليات لتحقيق القيم والمقاصد بينما استعارة من الحضارة الغربية أليس كذلك؟ لا هو ما تمش في التاريخ استعارة في التاريخ فيه تمازج وفيه تفاعل وفيه تكامل ما فيها أمة تنطلق من السفر والأخرى تأخذ منها كل شيء لا نقول بأنه أخذنا من الغرب ولا الغرب أخذ مننا فالمجمل الأعام على الأقل فيه تمازج وتداخل نحن عندنا مبدأ الاختيار مبدأ الاختيار الدين واختيار الحاكم واختيار الإمام إنما جوع إلى الإمام اللي أتم به ومن يأم قوما وهم له كارهون هذا جاء في سياق الذنب إمام الصلاة وأيضا إمام الدولة وإمام المجتمع والإمام في كل من يتقدم أناسا في شأن ما والجاء في الحديث وصلت الإمام اجعلوا الإمام وسطا بمعنى عدلا موفقا أكثر كفاءة أقرب رحمة أكثر رحمة أقرب إليكم إلى آخر الإمام في الصلاة والإمام في الدولة والإمام في المجتمع تحدثت ولذلك أختم فقط وأقول بأنه لا بأس أن نأخذ من غيرنا في عالم الإنسانية ممن لا يدينون بالإسلام ولكن أهم توصلوا إلى مخرجات في الانتخابات وإلا في النظم لا بأس أن نأخذ هذا أمر مشترك إنساني هم يأخذون منه ونحن نأخذ منهم طالما أن الذي أسسوه وأنتجوه بقيمه وبأعرافه السوية وبمصالحه المنتظرة فالنظم الآن فيه نظم سياسية فيه إجراءات سياسية فيه تداولات سياسية هذه نأخذ بها ولا حرج في ذلك طالما أنها تتماشى مع الديننا وخصوصيتنا طيب رفضت مبدأ الاستعارة وقلت بأن الحضارات متماسجة ومتداخلة ومتفاعلة فيما بينها وأن المسلمين يأخذون من غيرهم وغيرهم يأخذوا منهم لكن قد لا يكون الأمر كذلك عندما تتحدث عن قيم العصر السياسية الحالية هي سواء على المستوى النظري بدرجة أو بأخرى أو حتى على المستوى العملي التطبيقي بشكل واسع هي القيم المنفعية المصلحية ليست فقط القيم الآن هي قيم منفعية في الغرب على الأقل هذا ما هو متقرر عملي هذا يصطدم مع القيم الأخلاقية والمقاصد الأخلاقية للسياسة كيف يمكن التوفيق؟ التوفيق بيسر وسهولة وواضح من القيم السياسية السيادة والاستقلال أي أن كل دولة لها سيادتها ولها استقلالها نظريا ويؤمل أن يكون عمليا ولا أحد يقول بأنها نظري فقط لا يمكن لأي دولة أجنبي أن تقول بأنها سيادة نظرية بل تقول بأن من حق الشعب والدولة أن تكون لها سيادة دكتور من يسوغ هذه القيم وهذه المفاهيم هي الدول الكبرى صاحبة الحضرات الكبرى إذن الموضوع نظري ليس عمل بدليل أن من صغى هذه الحقوق والقيام انتدبا واحتلا وغيرا أولا أولا ليس بالضرورة أنه إذا كان الأجنبي متغلبا أن نستكين لتغلبه ولكن هذا المنطق السائل ولكن ليس دائما أن المتغلب ينجح في كل ما هو متغلب فيه ليس على كل شيء قدير نعم وأديوا على ذلك أمثلة كثيرة جدا أديوا على ذلك الثورات التي انطلقت سنة 2011 نعم وهي ثورات وطنية داخلية مع وجود منطق تغلب خارجي أجنبي ولكن مع ذلك قررت الشعوب في بلدان الثورات منها تونس أن تقطع مع الاستبداد السياسي وأن تقرر بداية سيادتها وبداية استقلالها لكن لكن دكتور فيما يتعلق بالقيم السياسية الآن يعني الغرب كله وحتى القوى الكبرى في العالم كله تعاملوا مع هذه الثورات على ما فيها من تضحيات وقتل وإلى آخر طبعا هنا لا نتحدث عن السياسة بقدر ما نتحدث عن الإسلام وعلاقته بالسياسة تعاملوا معها بمنطق براغماتي مصلحي نفعي هذا هو منطق القيم السياسية السائل لكن في الإسلام هناك منطق أخلاقي كيف يمكن التوفيق؟ هذا مستوى ثاني من النقاش المستوى الأول عندما فيه نفعية في دولة ما هذه النفعية البراغماتية في دولة ما هي مقيدة بمبدأ وقيمة السيادة الوطنية والاستقلال الداخلي وتقرير الشعوب لمصيرها وفيه أيضا الخصوصية الثقافية والحضارية هذه قيم هذه خصوصية مهددة مع العلم الحديد هي مهددة لكنها أيضا صاعدة بجانب ما باستفاقة الشعوب وبيقاضة الشعوب في استرداد حقوقها والتقرير وخصوصيتها بالنسبة إلى التوفيق التوفيق نحن أيضا نتحدث عن كلمة في غاية التركيب بين النفعية المادية وبين القيمة الأخلاقية في السياسة الإسلام لا ينكر جانب النفع للشعب والدولة النفع المادي والنفع الخاص هذا كله مقدر لكن ضمن النفع العام أولا فهناك نفع خاص ضمن النفع العام حرية فردية بوسائل المشروع وبوسائل المشروع والمشروع هذا فيه الضروري وفيه الحاجة وفيه التحسيني وفيه الأصلي وفيه الاستثنائي وأيضا هذه الحظوظ أو هذه المنافع هي أيضا مؤترة بالكليات الوطنية يعني مثل الدستور مثل مرجعية الإسلام مثل الرأي العام مثل المجتمع المدني فنحن في هذا المستوى لابد لنا من قدرات عالية في كيفية تفكيك هذا الأمر المطلق وكيفية تنزيله بسياقه بما هو ممكن وبما هو مباح وبما هو غير مصادم للشعب وللدستور ولوحدة الوطن ففي التنزيل نجد أن التنزيل يتفاوت ويختلف من دولة إلى أخرى ومن حالة إلى أخرى وكما أقول دائما في السياسة أو في الإصلاح أو في التنمية لكل بلد رؤيتهم هذه قولة منسوبة إلى الشافعية في رؤية هلال رمضان فيقولون باختلاف المطالع ويقولون لكل بلد رؤيتهم فهي بمعقول معنى أن لكل بلد رؤيتهم في السياسة في البرمجة الاقتصادية في توفيق بين المنفعة والبراجماتية وبين القيام الأخلاقية وبين التعاليم الدينية لكل بلد رؤيتهم من جهة قدرات التنزيل وإمكانياته بما هو ممكن ومتاع هذا يقودنا إلى الصفات والخصائص والمؤهلات التي ينبغي أن يحملها السياسي ويجب أن أذب إلى فاصل قصير ثم نستطيع الحديث نعود إليكم بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم دكتور نور الدين المؤهلات والخصائص والمواصفات التي ينبغي أن يحملها السياسي بين المنظور الإسلامي هي الأمانة والكفاءة والمهارة الأمانة هي الصدق والمصدقية والإرادة الحرة والكفاءة هي العلم والمهارة والخبرة والمعرفة بشأن السياسة وبمآلات السياسة وأيضاً الشروط الأخرى المعتبرة إسلامياً وهي شروط دستورية وشروط عرفية والعرف له اعتباره في الإسلام وكذلك الدستور له اعتباره مثل ماذا؟ مثل الدستور الذي ينص مثلاً على أن الحاكم لا يستأثر بالسلطة وأنه مقيد بإجراءات وبسن مثلاً السن لا ينبغي أن يكون فقيهاً؟ فقيهاً من أي ناحية فقيهاً شرعياً يعني السياسي لابد أن يكون فقيهاً بالموضوع السياسي والموضوع السياسي الحالي محكوم بالمرجعي الإسلامي وبالمرجعي الدستورية وبغير ذلك من المتعلقات بهذا الأمر يعني أن الفقه الإسلامي الشرعي الصرف الذي هو ليس موصولاً بالمعرفة الدستورية بأنواع المعرفة الدستورية بالتأويل الدستوري وبونود الدستور وبموقع الدستور من المنظومة الوطنية لخيره هذا لا يعد مؤهلاً للسياسة لأنه شرط السياسة شرط الفقه السياسي أن يكون فقيهاً بالأحكام الشرعية وأن يكون فقيهاً بالتعاليم الدستورية هذه صفة لازمة للسياسي لازمة للسياسي لأنه سيخوض شأن حزبياً سياسياً وطنياً بمفردات حزبية وبأدوات سياسية دستورية ليس فقط بما لديه من ثقافة شرعية وعلم شرعي هو محترم فيه من جهة التدريس من جهة الإفتاء الديني الصرف يعني من جهة التديني الأخير من جهة التأليف الشرعي أو التدريس الجامعي محترم في ذلك مثل الطبيب يعني له علم طبي محترم في مجاله في العلاج وفي الدواء وفي العملية الجراحية لكنه إذا أراد أن يخوض السياسة العلم الطبي وحده لا يكفي والعلم الهندسي وحده لا يكفي لابد من مع ذلك علم بمقتضاء السياسة جميل في المنظومة السياسية ضمن التصور الإسلامي من الذي يحدد سلوك أو قول أو تصرف السياسي بأنه صحيح شرعاً من عدمه استناداً إلى المبادئ والقيم واستناداً إلى الأعراف في ذلك الصحة والفساد مثل صحة الزراعة وصحة التجارة وصحة العلاج والعملية الجراحية وصحة العملية البداغوجية وصحة الطيران هذه الصحة تتوقف على مقتضاها مقتضاها العلمي والمنهجي والتطبيقي صحة طيران الطائرة هذا موضوع فني بمعرفة فنية علمية وبإجراءات ومحددات يتعارف عليها أهل الفن الصحة السياسية يتعارف عليها أهل الفن ونحن نتحدث في مرحلتنا الحالية عن وضع مركب ما يعرف بالتكامل المعرفي والتركيب المؤسسي دراستنا للعلوم الشرعية في السياسة العلوم السياسية أو السياسة الشرعية لابد أن تكون موصولة بالعلوم السياسية بهذا نخرج فقيهاً سياسياً وأيضاً في كل مجال الطبيب لا بد أو يستحسن أن يأخذ قصة من الأحكام الفقهية كما يأخذ قصة من الأحكام الأدبية والجمالية وقصة من الأحكام مثلاً اللغوية لأخير حتى يكون تخصصه الأصلي الغالب الطب والتخصص التكميلي الذي يجعل هذا التخصص الطبي في أحسن أدائه هو هذه المكملات في اللغة وفي الأدب وفي الفقه وفي غير ذلك حقيقة دكتور أرجو المعذير أدركنا الوقت لكن يمكن أن نعطيك نصف دقيقة لأن تقول شيئاً لم أسألك عنه في موضوع الحلقة خلال أثناء الأحكام نحن معنيون في العالم العربي والإسلامي عموماً بسياسة شرعية وطنية دستورية ننطلق فيها من وحدتنا من ذاتنا وحدتنا من نحن؟ وحدتنا نحن بوحدة الإسلام وحدة الأوطان وحدة الأعراف وحدة الدستير في الأوطان سعياً إلى إزالة الحدود من خلال؟ هذا أمر أيضاً سياسي وأمر شرعي وأمر اجتهادي وأمر حالي سياقي ليس بهذا أن نقول نزيل أو لا نزيل نحن نتحدث عن مرحلة قادمة لابد أن نتوافق فيها جميعاً ونتنادي إلى كلمة سواء هذه الكلمة السواء من مداخلها أن يتنادي الجميع الشركاء أو الفرقاء بحسب التعبير في الوطن الواحد وفي الإقليم الواحد وفي الأمة الواحدة حتى يحترم بعضنا بعضاً ونصل إن شاء الله تعالى إلى قدرات عجيبة معادلات دقيقة في إدارة هذا التنوع وهذا الاختلاف وهذا التشبيك المؤسسي والتكامل المعرفي والتركيب المجتمعي نعم في هذه اللحظة الكلمة الفصل للوقت الذي أدركنا أشكرك شكراً جزيلاً دكتور أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها دكتور نور الدين مختار الخادمي أستاذ الفقه وصول الفقه والمقاصد شكراً 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 إلى لقاء شكراً شكراً